اشتركوا في القناة مع المملكة المتحدة الصديقة مشددة على ضرورة ان تتوقف ايران عن هذه الاعبال العدوانية المزعزعة للامن في منطقة الخليج العربي وان تنتهج التهدئة وعدم التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد وان تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وذلك حفاظا على الامن والسلم الدوليين